أقول للسادة النواب ما فيش باب بيتفتح للحرية أو لحرية التعبير عن الرأي هيتقفل تاني آه نكو تقول بقى في تشريعات مثلا لمحاسبة لما حد يسب حد أو يقضف أو بتاع من خلال السوشيال ميديا أنا ما عرفش طبعا القانون بيتعامل مع هذا الأمر ازاي ولكن طبعا مهم أنه ما يبقاش في إساءة الحد لكن أنك يعني أحد للسادة النواب المحترمين قالك أن هناك البعض بيدخل يهاجم النواب أو يهاجم المسؤولين أو 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 طب وإيه يعني لما يهاجم وإيه يعني لما ينتقد إذا كنا مش عايزين هجوم فبالتالي علينا أن نفعل الأدوار المطلوبة مننا ونحن نقدي عملنا بشكل جيد وعلينا أيضا عندما نصبح شخصيات عامة أن نتقبل النقد وأن نتقبل الرأي والرأي الآخر ونتقبل الهجوم إذا كان في حدود الأدب وفي حدود الاحترام لكن آه بس أخبار مغلوطة كل ذا يبقى فيه تعامل معاه لكن إذا كنتم أو إذا كان حد فاكر أنه لو فيه باب له علاقة بحرية التعبير أو حرية الرأي اتفتح أنه حنقدر بعد ما اتفتح والناس ده الطعم حرية التعبير عن رأيها أنكم تقفلوه تاني ده استحال أنه يحصل خلينا نوح لفاصل وبعد الفاصل